موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى نافذة جديدة من ساعة صباح وفيها تنميل اليدين والقدمين وخز مؤلم يؤرق كثيرين خاصة كبار السن فما أسبابه وكيف يمكن علاجه موسيقى وخز كالدبابيس يتسرب إلى اليدين والقدمين يصيب الأطراف بالخدر أو ما يطلق عليه كثير من الناس التنميل فما أبرز أسباب الإصابة بتنميل الأطراف وما النصائح العملية للتعامل معه بالمنزل ومتى تتطلب الحالة مراجعة الطبيب دعونا مشاهدين في البداية نتوقف مع بعض أسباب التنميل قبل أن نستقبل الطبيب المختص للشرح المفصل والرد على أسئلتكم متابعين في ساعة صباح موسيقى 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 اشتركوا في القناة والحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيفنا في الاستوديا الدكتور أحمد خليفة استشاري الأمراض العصابية صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور صباح الخير يا أهلا أهلا وسهلا وقبل أن نبدأ مشاهدينا ننوه إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف دكتور أحمد في البداية عندما نقول وخز الأطراف أو التنميل القدمين أو اليدين ما المقصود به طبياً؟ نعم هلأ طبياً دائماً مصطلحات طبية للسادة المشاهدين مع أهد شفي هو اضطراب حسي ينجم عن أزية الأليافر الحسية الرفيعة الناقلة للحس هلأ شو هي الأليافر الحسية الرفيعة الناقلة للحس؟ الحقيقة المفروض نحكي شوية التشريح دائماً منقول التشريح هو اللي بوضح هالأشياء نعم بنعرف لحنا عصاب الطرف العلوي هي شجرة مزروعة بالنخاع الرقبي نعم وعصاب الطرف السفلي هي شجرة مزروعة بأسفل الظهر جزور الشجرة مزروعة بالنخاع والجزور بتعطي عصاب بتروح للأطراف بأطراف اليدين وأطراف القدمين فيه مستقبلات حسية شي بيستقبل حس الألم شي حس الحرور البرودة والسخونة شي الحس العميق وقت ندعس رجلنا على الأرض بنعرف أنه رجلنا وصلت على الأرض هلأ هاي أول شي معناتها المستقبلات بالأطراف بعدين فيه ألياف بتنقل إحساس الألياف كل واحد له وظيفة الألياف مثل سلك الشريط الكهرباء مثل سلك التليفون فيه عبارة عن سلك أحمر وسلك أصفر وسلك أزرق ومغلفين بغلاف كوشوك حتى يحمي النقل تبعون نفس الشي العصاب أو نحن بالحقيقة نحن قلدنا العصاب وفيه أنفسكم أفلا تبصيرون العصب بالحقيقة فيه ألياف رفيعة بتنقل حس الألم فيه ألياف مغمدة إلى غمض رفيعة وهي رفيعة بتنقل حس الحرور والبرودة بالحقيقة والجملة الزاتية الأوتوماتيك تبع الجلد حتى العصب رايح للإيد فبدأ يوصل ألياف مسؤولة عن الحركة وألياف مسؤولة عن الحس وألياف مسؤولة عن الأوعية والشعر كمان يقول إذا خاف الواحد وقف شعر رأسه وقف شعر جسمه أب شعر جسمه لأنه ألياف الودي هاي نقلت رسالة فكل منا بنقل وظيفته وبتصل للنخاع الشوكي ومن ثم بتصل للدماغ بالحقيقة كل شيء إحساس بالأطراف يروح لنواة بالدماغ اسمها السرير البصري هالنواة هي قد بزرة الزيتون بس فيها 12 موضع صغير كل واحد مسؤول شيء يحس البصر شيء يحس السمع شيء يحس العاطفي وبالتالي كل حس له عصب معي كل حس الوظيفة وبعدين من تقلو للبوست سنترال التلفيف خلف المركزي القشرة الحسة بالدماغة اللي مرسوم الجسم عليه يعني لحنا بسط الأمور أكتر وقت طرسنا نحلة بإيدنا نسحب إيدنا هذا منعكس من النخاع الشوكي الليف العصبي الليف الألم نقل الليف الرفيع الحس للنخاع الشوكي قام دغري اتصل بالحركة امرجنسي طوارئ سحبنا إيدنا لأنه ردت الفعلتكم بعد شوي منحس بالألم واتصل الرسالة لدماغنا بكشر وشنا شوي دليل السرير البصري متصل مع النواحي العاطفية الانفعالية كلهاتنا عنا بذاكرتنا أنه قرصة النحلة مزعجة فلا شعورية وقت عرفنا أنه نحلة كشر وشنا وفركنا إيدنا ليش منفرق إيدنا في ألياف الثخينة اللي ماشي جنبا إلى جمع الألياف الرفيعة هي في بوابة من النخاع الشوكي الألياف السخينة إذا فرقناها بتفرز مادة الجابة بتنيم الألياف الرفيعة بتسكن الألم ولذلك منعرف بالعلاج الفيزيائي بالكيرو براكتيش يعتمدون على ذلك لتسكين الألم بالحقيقة إذا موضوع حلقة اليوم التنميل هذا أحس حس التنميل في البداية ما سبب شعور الشخص بالتنميل في الأطراف ما هي الأعصاب المسؤولة وما السبب الشعور في هذا الحس؟ هلأ شعور التنميل اللي مثل ما عرفناه التنميل هو اضطراب حسي الاضطراب الحسي حسب المستقبلات وحسب ذاكرتنا ممكن يصير عنا تنميل مثل يعني كل الناس بيعرفوا أنه في ناس بيسموه وخس ودبابيس إبر ودبابيس مثل شي عم يخذ في ناس بيقول لك حس حرق في ناس حس لمع في ناس بيقول لك حس خدر خدر بغيض ما ليعرفان شو هو هذا الحقيقة بينجم عن أسباب كثيرة مثل ما حكيت بقالي أنه حسب التوزع التوزع الأعصاب ممكن يجي بتوزع عصبي إذا إجاء ثلاث أصابع ونص هذا تنميل النفأ الرسوخ ستات البيوت من الشغل يلي خصوصي العاملات يلي في عندهم حفر ولف وعصر وطبخ وهالشغلات وحتى الكمبيوتر والموبايل والأتاري وهالشغلات هدولة بيضغطوا عصب الناصف هون بيصير التوزع عصبي العصب الناصف بيعطي ثلاث أصابع ونص في ناس يلي برتكوا على المرفق على الكوع العصب الثاني المهم بالإيد هو العصب الزندي بيجي لأصبع ونص إذا نصاب العصب الزندي بيصير شي اسمه بيصير يد المخلب بتمخلب الأصبع الصغير والأصبع الخاتم وبصير خدر بأصبع ونص هلأ هذا أحد الأسباب المحيطية ولكن إذا كان الألم جزري من جزور الظهر أو جزور الرقبة كل جزر بيروح لأرني فمنعرف لحنا الجزر الرقب الخامس بيجي لمنطقة الكتف الجزر الرقب السادس بيجي لهون الجزر الرقب السابع لهون الثامن لهون أحيانا بنقص الفيتامينات نقص الفيتامين بيتويل ممكن يساوي أزية بالنخاع أو رضود النخاع مثلاً إذا صار المشكلة بالنخاع ممكن يصير الخدر من أسفل من مكان الأزية للأسفل بيسموه مستوى حسي وهلأ آخر شيء إذا كان الإصابة مركزية بالدماغ لو صار عندنا احتشاء لا صمح الله عند مرضى المسنين اللي عندهم ضغط والسكر والدخان ممكن تنقص تروية الدماغ ممكن نقطة صغيرة هون بالسرير البصري تساوي خدر في شق كامل من الجسم الوجه واليد والطرف السفلي ودائماً إحنا بالفحص نشوف الديستربيوشن هو اللي بيقلنا أين الآفة وبالتالي هذا التشخيص يعتمد يعني حسب نوع التنميل ونوع توزع التنميل أين التنميل نعم ونذكر مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وينضم إلينا عبر الهاتف هاشم من سوريا صباح الخير هاشم صباح خير أختي أهلاً وسهلاً تفضل ممكن تحولين على الدكتور تفضل دكتور عم سمعك صباح الخير دكتور أهلاً صباح الخير يا هلا أولي خليك أنا عندي انقراض بالفقرات بالظهر وبالرقبة نعم صوت تصوير محوري طلع عندي انضغاط بالفقر الثالثة والرابعة والخامسة نعم حالة اللي عم تصير عندي أيام بتصير ما بنام على جنب اليمين بتنمي لأيدي اليمين بنام على جنب الشمال بتنمي لأيدي الشمال والأصابع يعني أكتر شي نعم نعم بغير نومتي بروح التنميل نعم فما بعرف شو رأيك في الموضوع تكرم عينا شكراً لك سيد هاشم تابع مع دكتور أحمد فضل هلا هو يدغري وصلنا لأحد أسباب التنميل فيه شيء اسمه انضغاط الأعصاب العائلة الوراثي بعض العائلات مثل ما قال الجنبي اللي بنام عليه سهل ينضغط العصاب طبعاً يعني فيه العصاب هي أقوى بنية بالجسم العصاب رب العالمين خلقوا بنية متينة لأنه لا يجدد إذا نأذى معد فيه تجديد فهو بنية متينة بس كلها إذا عادنا لفينا رجل عن رجل أو شيء ممكن تنمي رجلنا لأنه انضغط العصاب ونقصة التروية مجرد نفرد رجلنا ويرجع الدم بروح التنميل نفس الشيء بعض الناس عرضة للتنميل بالانضغاط أكتر من غيرهم وهالشغلة ورافية ولكن الأسباب الجزرية عم تقول ثلاثة أربعة خمسة بين ثلاثة وأربعة بيجي خدر الجزر عنا بنعرف الجزر أربعة لو خمسة واحد بنمي الوحشي القدم هذا الدستروبيوشن اللي عم بحكي عنه كل جزر بيروح لمكان من خلال المكان والجزر نفسه له منعكس كمان بنعرف طبيب الأعصاب مشهور أنه بدل السماعة معه مترقة بنطرق على المنعكسات بنعرف ردة فعلي منعكس الركبة هو الجزر الرابع منعكس الكاحل هو الجزر العجوزي الأول وفي توزع عضلي كمان دستروبيوشن عضلي ميوتون بيسموه كمان إذا أصابع القدم هبوط قدم صار هذا الجزر الخامس إذا المريض ما قدر يمشي عن روس أصابعه هذا الجزر العجوزي الأول فلذلك من خلال الحس والحركة المنعكس من حدث تماما أيهما مصاب وبتالي سؤال السيد هاشم يعني أن هذا يمكن أن يكون ليس مرض وإنما يمكن أن يكون ويراس يحاول يعني دائما رب العالمين حكينا عن نوم بزمانه أنه في طور نوم العين السريع وغير السريع نتقلب عفويا نتقلب بشان ما ينضغطوا أعصابنا وبتالي يختلف من الشخص إلى آخر مشاهدين وردنا العديد من أسئلة وتعليقات متابعين على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر من أسئلة المتابعين محمد علي البطار يسأل عندي أصابع القدم اليسرى بحث فيها بتنميل خاصة مع المشي وبرودة الجو وذلك بعد مرور سيارة على أصابع القدم منذ سنوات ربما هنا دكتور السيد محمد تعرض لحادث وأدى إلى تنميل القدنام في هذه الحالة هناك يكون أذية في العصب يبدو أذية بالضبط يعني شو بصير توزع العصاب مثل ما قلت العصب الناصف بيعطي ثلاث أصابع ونص كيف بيعطي؟ بيعطي فروع الحسية خيطين خيط أنسي وخيط وحشي كل أصبع نفس الشي بالقدم في بالحقيقة أعصاب من ناحية الأنسية ومن ناحية الوحشية للأصابع أعصاب الحس يبدو أن الباهم يعني صار فيه أذية رضية نأذى أحد الأعصاب إما الحسية أو الأنسية الأنسية أو الوحشية أو كليهما وبالتالي العصب مثل على الشجرة إذا أصف أحياناً بيطلعوا بيلاقي الطريق إذا الغمض موجود بيلاقي طريقه بيترمم ترمم بطيء يعني بالأسبوع بالليوم مين لي بالأسبوع سانطين فهذا ممكن ببضعة أسابيع عيشفة تماماً ولكن إذا صلى القصة أشهر سنوات غالباً تأذى العصاب وما لقى طريقه وبالتالي أزية دائمة بتكون الحمد لله اللي اقتصرت على الأصبع واحد بيكانت ممكن بعض الأدوية نسكن الألم إذا مزعج بالنسبة له نعم وأيضاً من الأسئلة التي وردتنا كريم يسأل مصاب بالتنميل في الرجل اليمنى هل سببه طول السواق للمركبة أفيدونا جزاكم الله خيراً هل هناك بعض الحركات أو بعض السلوكيات مثل قيادة السيارة ممكن بالفعل أن تؤدي إلى التنميل كما يذكر سيد كريم مثل ما قالت إذا جلسنا متربعين لفترة طويلة بنملو بنأسطر ونحط وضع القدم أو اليد ووضع لفترة طويلة ذلك السيارات الجديدة بيحطوا أن تسبيت السرعة أو مثلا ممكن نحن وقت نكون وقفين بالسيارة حتى نرفع رجلنا على البريك يعني لتسهيل هذه الحركة هي مزعجة لبعض الناس في الحياة خاصة اللي عملهم بيتطول سياقها لساعات كل يوم فلحنا إما نغير للأوتوماتيك أو نحاول أو نتطور مع السيارة ربما هنا سؤال ربما يهم الملايين هل التنميل هو عارض خطر أو مرض خطر يجب التنبه له أم أنه عارض يتبع حسب وضعية النوم وضعية الجلوس هل التنميل قد يكون فيزيولوجي يعني مثل ما أنا كل ما عادنا نملت إيدنا بوضع معي هذا طبيعي ولكن التنميل هو عرض لطائفة طويلة عريضة من الأمراض قد تكون بسيطة وقد تكون خطرة خليني استعرض شوي يعني التنميل أكتر شيء أمراض مرضى السكري بيقولوا أن الأمراض الاستقلابية مرضى الداء السكري يعني شبهت أنا العصب شجرة مزروعة بالنخاع يعني الجزور تبع بالنخاع وتتفرع الشجرة بتاخد من الجزور التغذية تبعها ومن التربة يعني ولحنا شجرتنا بتاخد تغذيتها من النخاع إذا قلت التغذية بسبب الداء السكري تصفر وراء الشجرة فلذلك بصير عنا خدر وتنميل جورب وقفاز يعني أول شيء القدمين يلي بينملوا بعدين رويضة رويضة تصعد لفوق إذا صارت عند الكاحل تحت الركبة ببلشوا اليدين ينملوا بمبدأ يعني حاوزوا المي بالبستان إذا قلت التروية من الحاوز كل ما لهم بصفروا الحشيشات باتجاه حاوز المي وبالتالي هذا الموتور راجع بيسموه السكري معناتها أحد الأسباب ارتفاع الشحوم والكوليسترول هو من الأسباب بعض الأدوية والشغلات السمية اللي بيشربوا كحول بالأوروبا من أكتر الأسباب هو الكحولية بهاية أنهم بيشربوا الكحول بالنسبة لأن بعض الأدوية مثل مترونيدازول ممكن يساوي التهاب الأعصاب عوز الفيتامينات كلياتنا نعرف فيتامين الأعصاب بي واحد بي ستة بي طناش عوز هالفيتامينات هاي لثلاتة ممكن يساوي اعتلال الأعصاب والبي ستة بالذات عوزوا بيساوي وأخدوا زيادته بيساوي اعتلال الأعصاب كماني وبضضيها تتميز الأشياء هلأ شغلات تانية بعض الشغلات التانية أكتر سبب للأعصاب كان بالتاريخ هو الجزام الجزام بيصيب الأعصاب الحسية بالحقيقة هلأ لحسن الحظ قرد كثير وأيضا معنا عبر الهاتف أيضا سؤال من يوسف من المغرب السلام عليكم يوسف ربما فصل الاتصال مع يوسف دكتور كما تفضلت هل ممكن اعتبار التنميل أو الوخز هو عرض عرض لمرض أم مرض هو عرض هو عرض بالحقيقة وليس مرض ليس مرض بحد ذات لأنه مثل ما أنه في أسباب كثير تسبب هذا العرض وبعض الأسباب أحيانا أسباب مناعية مثل مرضين مرض اسمه جيلان باري ومرض اسمه ميلر فيشر بالحقيقة بيبدو بتنميل وهدولي حادين يعني الأسباب قد تكون مزمنة مثل السكر عادة السكر بعد عشر سنين بيساوي الخدر والنمل والحرق بالرجلين جيلان باري ممكن يصير طفل يصير خدر وتنميل بالأطراف ثاني يوم تضعف الأطراف ثالث يوم يبطل يمشي الطفل وهذا بالتالي بند يروح عن طبيب أعصاب بسرعة بدنا نخطط الأعصاب نشخص المرض ممكن نساوي بزل قطني وبالتالي ممكن هذا علاج والتهاب أعصاب وجزور حاد اسمه وكمالة الكلمة شافي الحمد لله شافي منعطي إما فصل بلازمة أو اي جي اي بي يعني جلوبولينات مناعية منعطي لأنه مناعي هو السبب بالحياة ويتحسن سرعة هنا متى يجب على المريض أو دعنا لا نقول مريض الذي يشعر بالوخز أو التنميل أن يتوجه إلى الطبيب يعني كيف يعرف الشخص أن هذا عرض عادي ربما لجلوك ربما كذا ومتى يجب بالفعل أن يتوجه إلى الطبيب هلأ طالما الخدر والنمل العرضي اللي بضع دقائق ويروح ماله دائم كلهاتنا منتعرض إليه ولكن عندما يصبح دائم وخصوصي بأماكن معينة دائم يعني ما المدة تقريبا دكتور يعني أكثر من ثلاث شهر هو مزمن ولكن أحيانا أكثر من يوم هو يستدعي الطبيب المرض اللي بيخوف ما بيخبي نفسه نعم ربما نأخذ الاتصال قبل أن ينقطع الاتصال مع يوسف من المغرب سلام عليكم يوسف سلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور أنا عندي بنت عندها أربع سنين كان عندها مشكلة في الرأس وكان عندها يعني مية في الرأس وعملنا لفالز نعم تفضل المهم مشكلة اللي عندها الآن أنها ما كتفشيش مزيان يعني مشكلة ماشي السؤالي يمكن ما هو في موضوع التنميل يعني في وضوع الموضوع الأعصاب نعم 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 لمحمد يعني حنحكي بشكل عام لأنه المشكلة ليست إلى علاقة بموضوعنا فممكن نحكي بشكل عام شوي شكرا لك تتكلم هي البنت تتكلم ولا ما تكلمت كمان تتكلم بصح كلام قليل قليل نعم تكرم عينك حجابة شكرا لك سيد يوسف تفضل دكتور يعني هو تأخر التطور الروحي الحركي يحتاج حلقة كاملة اللي نحكي عنه منعرف أحيانا سببه الشلل الدماغي الولادي وأحيانا أمراض لاحقة استسقاء الدماغ استسقاء الدماغ قد يكون خلقي قد يكون مكتسب قد يكون تالي للتهاب سحاية قد يكون عرضي لانسداد القناة منعرف قناة سيرفيوس يلي بتصرف الماء من الرأس إذا نسدد تستسقي البطينات عندما تستسقي قد تسبب ضغط على خلايا الدماغ خلايا الحركة أو خلايا الحس وتسبب تأخر بالتطور الروحي الحركي تأخر بالمشي تأخر بالكلام طالما يعني نعرف السبب ونفرغوا عرضيا علاج عرضي ولكن بدنا نعرف سبب شو الاستسقاء صار لنعالج السبب الأساس وبالتالي إن شاء الله منحص الشفاء نعم وأيضا نتابع من أسئلة المتابعين على صفحاتنا على فيسبوك تتواصل إحدى السيدات تسأل أشعر أحيانا بالتنميل في أصابع اليدين والقدمين وأحيانا بيوخز في أصابع يدي خاصة بعد دعك المواعين فما السبب مع العلم أنني لست مريضة سكر وهل الأمر صلة بضعف الدورة الدموية هي تقصد أن تقوم بأعمال المنزل وغسل الأطباق وما إلى ذلك هل له علاقة هذا؟ غسل الأطباق يفسر نفق الرسوغ قد يكون عنده نفق الرسوغ الذي هو مثل ما أن العصب الناصف ينضغي ممكن تراجع طبيب أعصاب من سأل تخطيط للأعصاب دائما هذا ربما سؤال يهم الملايين من السيدات الذي قمنا بأعمال المنزل يعني آلام المفاصل والأربطة نكشفها بتحاليل الدم لأنه أسبابها مناعية والتهابية وهيك ولكن دائما الالتهابات العصاب ومضغاطات العصاب الشغلة الوحيدة التي تكشفها هو تخطيط العصاب فتخطيط العصاب يبيننا إذا الإصابة حسية أم حسية حركية إذا الإصابة في السلك نفسه أم بالغمض إذا الإصابة حادة أم مزمنة إذا الإصابة موضعية أم معممة فنفق الرسغ ينضغط العصب الناصب في الرسغ نتيجة حركات الدعك والموعين بيساوي خدروا نمل بالليل وبيخدروا هالثلاث أصابع ونص أكتر وإيد اليمينة اللي بتشتغل فيها زي مناوية بتكون أكتر من الثاني عشرين بالمئة حسب ضغط العمل عادة بيستاذقذوا بالليل بيفرقوا إيديهم بيهزوا إيديهم وبالتالي بالتخطيط بيبين درجة الضغط وهل هي تحتاج إلى مشد ولا أبريد كورتيزون ولا جراحة في بعض الأحيان راحة ونغسل الأطباء نعم وأيضا معنا من السودان محمد السلام عليكم محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شكرا جزيلا كيف حالك أليكتور يا أهلا مرحبا أنا عندي سؤال طبعا أنا عندي سكر حوالي 18 سنة والآن الحمد لله ما في حاجة ولكن يجيني تنميل بالليل لما أجي أنام يجيني تنميل في الرجول وأحيانا يجي أخذ زي كأنه في أحد يخذ فيك بالمثامير فتروح ما بتدوم كثير كل يومين أو يوم في نصة عشر بقايق وتروح على طول دعم تكرم عينك شكرا لك سيد محمد ربما هذه الحالة ذكرتها من أثار مرأة السكر يعني تهاب العصاب السكري قفاز وجورب مثل ما قلت عادة السكر إذا كان يعني كل ما كان مضبوط بيتأخر حدوث السكر ولكن وسطيا بعد عشر سنين من السكر الكهلي النمط الثاني السكر الشبابي يمكن تجي قبل أو بعد كما ممكن بعد خمس سنين حسب شدة الإصابة وعدم الانضباط دائما نحاول إحنا نضبط السكر فالسكر وارتفاع الشحوم هذوله مهمين بيسببوا خدر ونمال ومنعرف إلهم علاج وبعلاجاتهم ممكن نستعمل بعض مضادات الصرع ومضادات الاكتئاب يعني الناس بيستغربوا ولكن هي أحسن أدوية بيسكن ألم التهاب العصاب السكري نعم وأيضا لدينا سؤال من عبد الفتاح من السودان عبر الهاتف صباح الخير صباح الخير الله فضعكم أهلا وسهلا تفضل أهلا والله أنا الغال سائق لكن يعني بجنير تنميل كل في الأرجل يعني فالتراض كده في بعض يعني ما أطبع علي التنميل في الظهر لا في الأرجل في الأرجل في الأرجل من رقبة والтовالي بالجنوب يعني الكراحة كلها بتكون مخدرة نعم من الرقبة والجدم تحت كلها بتكون منميل كده تنميل مخدر كده نعم هل لدك أي سؤال ربما ما فيه سكر فيه سكر أو كوليسترول أو شحوم أو شيء ولا لا الحمد لله شكرا لك سيد عبدالفتا على المشاركة نلاحظ من خلال سئلة المتابعين عدة أشكال من التنميل صحيح هذا الديستربيوشن اللي حكيت عنه بالمقدمة بالحقيقة وكل مرض لشكل معين للتنميل بس هو عم يحكي تقريبا شكل الجورب من تحت من الركب للأسفل طالما ما فيه سكر وطالما ما فيه نشوف الفيتامينات هل عنده عوز بالفيتامين بي 12 هل عنده أشياء تانية مثلا هل هو يدخن ولا ما يدخن نسأل عن هيك العادات ولكن أحيانا الجلوس المديد حسب المهنة تبعه بعض المهن مثلا من الأعمال الحرف اليدوية بعدهم ربعين بيشتغلوا هنا قاعدين قرفصاء مثلا أو شيء قد يكون الوضع هاي هي اللي مأسره أو يكون ألم من الظهر أحيانا ألم من الظهر ديسك مركزي ممكن يخدر بالجهتين ولكن يترافق مع غياب منعكس أو ضعف عضري ويكون ألم بالظهر كمان طبعا بده فحص كامل حتى نعرف فيه السبب ونتابع أيضا مشاهدينا مع أسئلة متابعينا مصعب يسأل ويقول أحيانا تنميل الطرف اليساري لمدة يوم وبعدها طبيعي ما السبب؟ مع ملاحظة أن كافة الفحوصات طبيعية الطرف هو الشق اليسار ليوم واحد ثم يعود طبيعيا هلأ الشق عادة ما بيجتمعوا إيده رجل والوجه إلا بالسرير البصري وما فوق يعني المحطة المطاري اللي بيجي على البلد هو السرير البصري وبعدين ضمن البلد هو قشرة دماغ أحيانا إذا استمر أكثر من 24 ساعة عند شاب ممكن نقول أعراض لبعض مثلا لا سمح الله قد لا يكون بس 24 ساعة وتروح للساب في مجال الإطار العرضي يلي هو قد يكون نفس المنشأ قد يكون توتر ولكن إذا تكررت وبقية ساعات وترافقت بأعراض أخرى تشوش رؤية أكثر من 24 ساعة يعني مثلا بالتصلب الويحي الأعراض بتكون بين 24 ساعة وشهر وبتهي الهجمة بس الهجمة مبعترة في الزمان والمكان مرة بتجي على العين مرة بتجي على التوازن مرة بتجي على الحس مرة بتجي على الخدر على الحركة مرة بتجي باليمين مرة بتجي باليسار إذا كان عنده هذا الكوكتيل من الأعراض ممكن يراجع طبيب أما إذا بس خدروا بيروح شغلة عرضية بإذن الله عرضية وأيضا عبر الهاتف معنا علي من عمان سلام عليكم علي وعليكم السلام تفضل أنا عندي شوية ترميل هذا في القدم الأيمن أطرف العصابة الكبرى ثم ما يليها من السنسين الوصباح نعم في ألم بالظهر نعم هل هناك ألم في الظهر أسفل الظهر والله أحيانا عندي شوية ألم لكن بس مش مزمن نعم أحيانا كذا عندي شوية ألم لكن بس لا هم مزمن ولا مقاعدة بنفس الوقت نعم سلامتك إن شاء الله وأنا مهنتي مشرف مخازن فبطول في الجلسات من ثلاث إلى أربع ساعات مع داما يتخللها من قيام الإشراف أو الاكتشاف بعض المواقع ثم رجوعي إلى المكان للجلس وقال بجلس في جلسات طويلة شوية نعم عفاك الله شكرا لك سيد علي يعني ممكن نعرف نحن حسب وصفه أن الإبهام والأصبع المجاور هذا توزع جزري للجزر القطني الخامس قد يكون من الظهر خاصة إذا في زيادة وزن دائما النصيحة أخي الكريم أنه ما نجلس أكتر من ساعة سواء كنت مسؤول عن مستودعات أو موظف أو هيك ما في مانع أنه كل ساعة نقوم دقيقتين ثلاثة إذا ما كان العمل بيسمح أنه نمشي أو نساوي شوية التمارين السويدي يبدو باليابان مسامحين للموظفين كل ساعة خمس دقائق تنفس يساوي شوية التمارين يعني سويدية وطبعا الساعات الجديدة كل ساعة بتنكشنا نكشة تنبه إلى القيام وبآخر نهار يعطونا المحصلة أنه 12 ساعة 12 مرة وقفت فالجلوس المديد هو أحد أسباب انضغاط الأعصاب حاول تكون رشيق ورياضي أكثر نعم وأيضا مشاهدين نرحب بكل متابعينا وبكل أسئلتكم التي تردنا عبر صفحة فيسبوك لايف وأيضا لدينا سؤال من فؤاد يسأل ما الأمراض التي يكون تنميل الأطراف والرأس فيها علامة غير السكري وما الذي يمكن القيام به في البيت لتخفيف من تنميل أطراف المريض هلأ تنميل الأطراف حكينا عليه كتير بس عم بيسأل على التنميل الرأس تنميل الرأس أهم أسباب تنميل الرأس هو السبب التوتر النفسي نعرف كتير ثلاث علامات للتوتر النفسي يعني بيقول نمى الراسي خفق قلبي وداء نفسي يعني كتير ستات حساسين أكتر من الرجال بيشكوا أكتر منها ربما ثلاثة مع بعض الثلاثة مع بعض هدولي هدولي منعرفون سبب نفسي توتر نفسي تيجي من الظهر الرأس له أعصابه من جزع الدماغ جزع الدماغ فيه 12 عصاب قحفي كل واحد مسؤول ثلاثة منهم مسؤولين عن حركة العين حركة اللسان حركة العضلات رقم خمسة اسمه مثلث توائم هو المسؤول عن الإحساس في الرأس فرقم خمسة بيعطي فرع عيني فرع فكي علوي وبيعطي ما فيه الأسنان لكن قبل أن نتابع في هذا الشرح نأخذ عبر الهاتف نبيل من مصر السلام عليكم نبيل عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله تفضل أنا كتجتل الجلطة من ثلاث شهور في الجنة المخ نعم وبعد كده كل شفية قمي بقى في إيدي الجميل ورقل اليمين هل ده بالجلطة؟ لا بيوحي وتمي في العين وفي الوش في نصف الواجل نعم نعم أتكرى معينك حاجة بقى شكرا لك سيد نبيل ونتمنى لك الشفاء يعني بعض الأمراض أو بعض الجلطات كما تفضل سيد نبيل واستمر أن يحصل على التنميل في الجنب اليمنى أكيد يعني اللي صار عن السيد نبيل هو التالي حتما الجلطة هي في السرير البصري السرير البصري هو سكرتيرة الحس نواة الحس بعض الفروع العميقة للشريعان المخي الأوسط ممكن تصيب جلطة فجبة من سمية خصوصي إذا المريض نعرف مرضى الجلطات أني عادة فوق الخنسين فوق الستين خاصة إذا عندهم عوامل خطورة الضغط السكر دخان الكوليسترول البداني هذول الداء الاستقلابي هذول بيترافقوا مع بعض فإذا صارت الجلطة باليسار بيصير شوش حس باليمين وللأسف هذا الشوش من أصعب العلاجات لأنه اللي منقول لحنا أنه إذا التلفزيون تبعنا شوش صورة تبعه من الأيريال نضبط الأيريال اللي فوق المنزل بيمشي الحال ولكن إذا من المحطة المركزية بالشام اسمه محطة قاصيون يعني إذا أعلى الجرح كانت مركزية وهون الإصابة مركزية أد ما محيطياً عطينا علاج مثل علاج الاتهاب العصاب السكري الاستجابة بطيئة إله طيب في هذه الحالة يعني كيف يمكن لحسن الحظ مع الزمن تخبوها الإصابة ولكن هنه شو بيصير دائماً المسنين إصابتهم تخبوه ببطء أكتر يعني الشاب يلي بينصاب زلنار نار بعد شهرين ثلاثة بطيب يلي عمره سبعين سنة ينصاب زلنار نار ممكن يتم معه سنتين ثلاثة الألم والخدر اللي يصير بعده دائماً إحنا في هذا وزاك الطراب الحس مثل ما إنه بيأثر على السرير البصري اللي متصل بالعواطف وبيساوي امتعاض بالأسارير فلذلك منعطي مضاد للصرع لأنه بيصبت بالحقيقة الأشياء المنغصة المؤلمة ومنعطي مضاد اكتئاب يعني فيه مبدأ بالجسم، الدماغ كيميا بقول الجلوتاميت بتحرض إذا زادت بالساوي ألم بالساوي صرع بالساوي اكتئاب بالساوي توتر الجابة بتصبت هذا السبب لحنا وقت بدنا نعالج الألم المزمن منعطي محرضات الجابة اللي هي بتستعمل للصرع والألم بآن معا ولكن لها تأثير على التأثير ونستعمل مضادات الاكتئاب لمنع الاكتئاب الناجم عن الألم نعم وليدينا أيضا سؤال من عبدالله من قطر سلام عليكم عبدالله غاليه السلام أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور اشتري اتكلم مع الدكتور تفضل تفضل أخي أنا عملت عملية في فترات العنق الثالثة والرابعة والقامسة نعم يعني من نتيجة صغط صغط يعني في السيري صغط وسترع عندي تصلب يعني في اللغط على اللقاء الشوقي نعم نعم عملت العملية ويعني استفدت فيها لا بأس حسنا الحمد لله ولكن فجأة حصل لي يعني فجأة حصل لي تصلب من جديد يعني للحركة في في اليابين الجانب الأيمم نعم كم العمر أخي؟ وضعت عملت أشعة وهذا قالوا العملية ناجحة بس الحبل الشركي لم يعد إلى طبيعتها يعني تشتي إلى وقت نعم كم العمر؟ أمري 65 العمر كله إن شاء الله المهم أنه بعضين يعني بدأت أتحسن وأتمرن يعني شوية شوية بس الآن عندما بتمدد يعني خوفوا لما ارتاح قليل فتتمدد للنوم بحصل عندي أن أي حركة حاول تحركتها بتتشنج أصابي مثل أن المد الهيلي تتغلص أن المد يداتي تتغلص نعم حتى النفس لما أجرب نفسها حسن نفسي يشي إلى أطراب إلى الحوض ولأطراق يداتي وتتغلص يداتي فجأة بشكل رسول سلامتك حاجابك أخي تترى معينك شكرا نعم بفضل هذا يعني التشنج هذا والتقلص الذي فيه أعصابي يعني خاصا عندما أتمدد أسترخي قليل أقتلب صعوبة في حركة الجيلي وصعوبة في حركة يداتي وأحس النفاس يدخل إلى الأعصاب الأعصاب العوب والأعصاب الأطراب بشكل كذلك أن في حديث شكرا لك سيد عبد الله وأنا تمنى لك الشفاء نعم يعني المشكلة معقدة شوي يبدو عنده تضيق بالقناة الشوكية تضيق القناة ممكن يكون قطني يأثر يساوي عرج متقطع بالمشي يمشي 100 متر يتطر يوقف يجلس شوي لا يرتاع وممكن يكون بالقناة الرقبية والقناة الرقبية أصعب بالحقيقة هو ذكر أنا بعد عملية بعد عملية في العنق وبالتالي القناة الرقبية فمنعرف الدماغ اللي احنا فوق النخاع الرقبي وفوق النخاع القطني فوقت ينزل النخاع يتأثر وقال أنه فيه متأثر النخاع بالحقيقة وتكون في تضيق قناة يعني السحاية ضغطة وبعض الدسكات ضغطة وبعض المناقير ضغطة المشكلة مركبة بتكون قدر الإمكان الجراحين بيصلحوا ما أمكن يعني بيحاولوا يوسعوا القناة شوي يقوموا الدسكات الكبيرة يقوموا المناقير الكبيرة ولكن ما بيقدروا ينطفوا كل القناة مشان ما يأذوا النخاع والنخاع أراد ميأذي عميوا اللي احنا بنعرفه من خلال رنيم ما نطيسي فيه إنكري زيادة بالشارة تبع النخاع الشوكي وبالتالي هالزيادة الشارة هي ندبة ما أحدا بيقدر يصلح النخاع بيقدروا يصلحوا الفقرة من الخارج ولكن ما بيقدروا يدخلوا عن النخاع من الداخل ممكن بيأذوا بيشلوا لا سمح الله وبالتالي هالندبة اللي بالنخاع هي بتسبب تشنج الأطراف وهي بتسبب الخدر وهي بتسبب الألم هلأ في بعض مضادات تشنج مركزية بتأثر عن النخاع نعرف فيه مضادات مرخيات عضلية محيطية وفيه مضادات ملطفة يعني ممكن تخفيف شوي أكيد طبيبك يعرفها يعني ممكن مراجعة الطبيب حيعطيك بشوية ممكن بعض علاج فيزيائي بعضها إن شاء الله بتتحسن ولكن هي ندبة النخاع هي سببت ما تبقى من عقبيل العمل الجراحي نعم ومشاهدين نتابع مع الدكتور أحمد ولكن بعد أن نأخذ هذا الفصل القصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على المزيد من أسئلة متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد وحديثونا متواصل عن تنميل الأطراف فنشاهد معنا مجموعة من النصائح العملية والتي تساعد في التخلص من هذا الوخز المزعج نتابع معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة تبعت معنا دكتور ربما هذه بعض العلاجات المنزلية في البداية ما رأيك بها؟ كلها سليمة بالحقيقة دائما مثل ما بنحكي الغزاء المتوازن الرياضة طبعا عدم البدانية فكلها يتهي والأكمادات قد تفيد قد يعني حسب الوضع إذا انتقلنا إذا المرحلة العلاجية طبيا ودوائيا يعني ما أبرز العلاجات التي توصف في هذه الحالة؟ هلأ بالحقيقة العلاجات هي طيف واسع متنوع مثل ما أننا يعني كل مريض نمل إذا التنميل خفيف منطول بنا عليه إذا التنميل حاد وسرعان ما تحول إلى ضعف عضلي في خلال 24 ساعة خلال يوم الثاني هي حالة إسعاف من راجع طبيب دغري مشان مثل ما أنه سواء كان مزمن أو حاد حنحتاج بعض استقصاءات هلأ بالمزمن ممكن على ماهلنا بدنا نحتاج تحليل للدم لنشوف فيه عوز فيتامينات فيه سكري فيه ارتفاع بالشحوم فيه هالأسباب هاي اللي بتسبب إذا كان حاد كمان دغري حننتقل لتخطيط العصاب لأنه تخطيط العصاب ممكن يقلنا أنه فيه إصابة مثل قيلان باري اللي هو زوال نخاعين الغمض طبع العصب بالحقيقة خلايا شوان هي اللي بتلف الغمض ممكن مناعيا تنكمش عن نفس خلايا شوان يصير العصب خلال بضع ساعات ممكن عاري وبالتالي ما يقدر يوقف الواحد عن رجله وهون بدنا علاج إسعافي ممكن نعطي الـ IVIG ولا غسل البلازمة فصل البلازمة بيسموه تبديل الدم يعني للأمراض الإمرجنسي الحادة هلأ الأمراض المزمنة مثل السكر منقول وقايا خير من العلاج بالتالي معالجة المرض المزمن نعالج المرض السكري نحاول نتجنب البدان ودائما ما بنقول الداء الاستقلابي هو ترافق البدانة مع ارتفاع شحوم الدم مع الضغط مع السكر هذول يعني أربع بيحبوا بعض والأسف أربع مؤذيين بيترافقوا مع بعض وبالتالي معالجة المشكلة الأساسية إذا حفنا حالنا يمكن يعني بعدنا عن التدخين ولعبنا رياضة ممكن نعالج السكر والضغط بالحياة وارتفاع شحوم كتير بيتحسنوا مع الرياضة وإذا ما زبط بحبة أو حبتين ممكن نزبطهم ولكن إذا وعت الفاس بالراس يعني وعرفنا أنه في اعتلال عصاب سكري بدنا ناخد أدوية هلأ في مبدأ من شوي ذكرته دائماً الغلوتاميت بيحرد والقابة بتنيم الغلوتاميت إذا زاد بيساوي ألم وصرع والتهاب عصاب وهيك الغابة بتنيمهم لذلك منستعمل ما يستغربوا الناس أنا بيقول لي المريض مريض السكر ليش عم تكتب لي دوة للصرع قريت النشرة مكتوب للصرع ما هو هدف أن العلاج وهذا أعطي الخباس خبزه ولو أكل مصه حتى نيم العصب الرامح مثل إذا ساوى صرع أو شي ونعطيه بجرعة خفيفة من أدوية الصرع تخف في الألم نعم وأيضاً نأخذ عبر الهاتف إسماعيل من فلسطين سلام عليكم إسماعيل وعليكم السلام تفضل صباح الخير للدكتور أهلا وسهلا صباح الخير أنا بدي أثر الدكتور أنا في تنمر في صبعية اليدين والرجلين الكث الرجلين الكث الرجلين مع الكعب نعم بس التنمر ووخز وحرارة نعم ولما أنام أنام بكون بناتين مخدرات صبعين بكوين صبعين الأيدي بكوين مخدرات شوية وفيهم تنمر بكون أكثر مع النوم في سكر معك نعم لا الحمد لله سكر ما فيه بس عنده الفحصات بالنسبة للكلسترول بهمية كويسة بس فحص البيتويل بكوين ستين تعرفش إذا هو بسوي الشي زيك أو يعني مااشي الحال ما دعني كانت معي أنا زي ما تقول أرقب الشبكية كبان لا لا أتقال بعرفش إذا هي السبب بس هي تنمر الكبد تشمع كبد نعم شو بالكبد فيه لا لا الكبد الحمد لله الكبد سليم وعمرك كم سبعة وخمسين سبعة وخمسين سنة شكرا لك سيد إسماعيل وقبل أن نجاوبنا أخذ أيضا سؤال من سيد خالد من الأردن صباح الخير صباح النور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل سيد وقاتك دكتور أهلا وسهلا نعم تفضل دكتور سالي أنا في عندي مشكلة أنه عندي رغبة دايما أنه تبطقت الظهر وكمان يعني في عندي شد دايما الظهري لما أكون مستلقي وحاول بشد يعني يكون في يعني نحكيها تماظغط وشي سير في عندي عند صابع الجاي ذيكري ما يكون في شد أو تشنج نعم نعم شد في الظهر شكرا لك هذا سوال الأول إذا سمحت بس سوال ثاني تفضل تفضل اللي هي عندي والدتي كمان فيه اللي هي الرقبة في عندها مشكلة بالرقبة بس مش عارف يسموها اللي هي تشنج الرقبة الدائمة نعم نعم شو علاجه دكتور شكرا جزيلا لك سيد خالد وقبل أن نجيب أيضا نأخذ خديجة من فرنسا عبر الهاتف صباح الخير صباح الخير شكرا لكم أريد أن نسأل الدكتور هندي تخدير الأطراف السفلة خاصة القدمين يسعد إلى السخدين لمدة سنتين ويحصل هذا في الليل فقط في الليل نهار عادي نهار عادي أتحرك عادي أدى بلا شغل يقع هذا في الليل ومرة الأولى كنت لما بدأ كانت في الصباح بعد الفجر نعم لما أبدأ العمل ينقطع هذا التخدير الآن أصبحت طول الليل ولا أستطيع النوم هل يوجد داء سكري لا الحمد لله شكرا لك سيدة خديجة تابعي معنا الطبيب الإجابة دكتور نحاول إجابة قدر الإمكان على أسئلة متابعين في البداية إسماعيل كان يسأل عن كف الرجلين التنميل في كف الرجلين والحرارة في باطن القدمين يبدو هناك كمان ذكرت حلقة سابقة عن طرابات النوم في الساق المتململة اسمها رستلي سليغ هذول ما بيكون عندهم سكرين مثل سيد إسماعيل يعني بيكون عندهم بعض مشاكل في تنصيق الحركة بيصير حركة كثيرة دائمة في الرجلين بيحبوا وبيقوموا بيمشوا كمان بيحاولوا يمشوا حافين ناخذ قبل أن نستسال في الإجابة نأخذ أحمد من بنما عبر الهاتف صباح الخير أحمد وعليكم السلام أهلا وسهلا أنا بدي أسأل الدكتور لأنه عم بيشير معي أنه من مدد أربعة شهر بالضبط صار معي تنمل باليدين صفا بإيدي اليمنى كمان بإيدي اليسرى ولكن نتقل من إيدي اليمنى إلى اليسرى وستنزل على إيجري اليسرى وعرض أن تأدي التخاطر فالدكتور قال لي يمكن يكون التنمل هذا من السكر فوهد تاني قال تدعم الأعصاب فالحد هل فأنا أعمل روح بعد ما أنتبع سنحاول الإجابة على هذا السؤال شكرا لك سيد أحمد دعنا نختصر في الإجابات ونحاول إجابة قدر الإمكان بالنسبة لسيد إسماعيل كما تفضلت فيها قد يكون الساق المتململة علاجها مختلف عن علاج السكر ما في سكر نعطي بعض الأدوية اللي بتحسنه إذا عنده فقر دم ممكن فقر الدم يسبب هذا ويسبب هذا الحرارة أيضا في كف بالنسبة لسؤال السيد خالد حول كان السيد خالد من الأردن حول يسأل أيضا عن التنميل وضغط الفقرات نعم وضغط الفقرات يعني هذه الشغلة منيحة إذا بدأ تقطع فقراتك العاب رياضة يعني كل يوم العاب رياضة بشكل نص صاعة خمس مرات بالأسبوع هي الموصى بها بتنشط وبالنسبة للسيدة الوالدة قد يكون نعرف اعتلال مفصل ركبة تنكسي أو ترقق العظام في عمر الوالدات يعني ممكن أكيد بدنا نشوف الصورة بدنا نعالج حسب الصورة تبعها نعم وأيضا عبر الهاتف معنا سؤال من عبد الكريم من تونس سلام عليكم عبد الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حسنت أنا دكتور عملت عملية حوالي عشرة يوم على الفتق نعم نعم ألو نعم تفضل ومدة بعد الحملية حوالي أربع يوم نحس أنه عندي تنميل في سياق اليسرى وأن العملية من ناحية اليسرى نعم عملتها سويت بحيث نحس في تنميل كيه ونحس في ثاقي نايمة لكن نمشي عليها وعادي ما نعم الحمد لله هو العملية عملية الفتق فتق إربي أم فتق نواة لبية يعني فتق ديسك بالظهر لا فتق تحت نسفل فتق إربي من الأمام نعم من الأمام الفتق وليس في الظهر لا ما عندي في الظهر الفتق يعني في الفغل نعم فتق إربي شكرا لك سيد عبد الكريم نعم في هذه الحالة بعد العمليات الفتق الإربي أحيانا بعد العملية يكون جرح العملية نفسه ويجرح نهاية عصبية ليف عصبي يسبب بعض الخدر ولكن سرعان ما يذول هذا الخدر بإذن الله سيزول خلال أسابيع إن شاء الله نعم وبالنسبة أيضا لسؤال السيد خالد حوله هل علاقة التنميل في شد الظهر؟ يعني هل هناك علاقة يعني في التنميل والشد هذا ربما العضلي الشد العضلي منعرف لحنا ألم الظهر منقول له مراحل أول مرحلة إذا التهب المفصل تتشنج العضلة تشنج العضلة ممكن يضغط الفقرات على بعض يطلع الغضروف للخارج ويدعس على العصب وبالتالي ممكن يساوي انتشار جزري للألم وبالتالي دائما نعالج ألم أسفل الظهر نعطي مضاد التهاب ونعطي مرخي عضلي لكي نمنع الضغط على العصب وإذا نضغط العصب سنعطي مضاد التهاب ومضاد للصرع أيضا كي يسكن ألم العصب نعم وأيضا لدينا حساب من نشر الخير يعني سيدة تقول أنها لديها ضغط وسكر وكلسترول داء استقلابي بداني ودائما وتنميل في اليد اليسرى ونعتذر عن التأخير في الإجابة على سؤالك تفضل داء الاستقلابي بيأهب إذا فيه سكر قد يكون اعتلال العصب بس إذا بدأ الإصابة يعني التنميل في اليد قبل القدم غالبا عند الستات مثل ما أن نفق الرسغ هو الأشيع السكر عادة يبدأ في الأعصاب الأطول الشجرة الأطول تصفر أوراقها أبكر لذلك يبدأ بالقدمين اسمه جورب ومن ثم قفاص ولكن إذا بدأ باليدين عند الستات الأغلب هو نفق رسغ تغطيط العصب يتبين الخيط الأبيض من الأسود نعرف فيه انضغاط ولا لا نعم وقبل أن نجاوب على السيدة خليجة من فرنسا نأخذ السيد عبدالله من تركيا عبر الهاتف صباح الخير صباح الخير تفضل حلا لو سباح دي بدي أسأل الدكتور بخصوص تنميل الرأس عند حالات السكون والراحة بشوفي تنميل المطبط التطبين إلى خلف الرأس عند الحركة ومارس الرياضة بيزول هذا العرض نعم عظيم يعني شكرا لك سيد عبدالله العلاج عندك دائما الحركة بركة ورياضة نوصي بها دائما يعني كنت عم حكيت أنا على تنميل الرأس تنميل الرأس غالبا خاصة في السكون هو يتوتر هو يعني الواحد يرنو إلى السكون بالتالي يعرف مشاكل وتطفو إلى السطح هلأ أحيانا قال بالصدغين لأنه لو بجنب واحد ممكن نقول ألم مثلث التوائم ألم مثلث التوائم بساوي ألم هيك لامع مثل البرء بيصير فجأة وهو أحد أسباب يعني الاضطرابات الحسنة أحيانا ألم الزونة ما بيخبي حاله بيصير تنميله حاله بس بيكون في منطقة بالجبين بيطلع فيها حوهي صلات تزول الحوهي صلات ويأتي الخدر والتنميل ولكن طالما بالجهتين طالما ذكر وفقط في السكون وعندما الحركة ونادرا تنميل الرأس ما يكون سبب رقبي لأنه مثل ما قلت عصاب الرأبي بتنزل لتحت لا تصعد للأعلى وعصاب الرأس يأتي من جزع الدماغ هو مثلث التوائم وبالتالي ليس هناك ما يكون فقط الحركة نعم سؤال السيدة خديجة من فرنسا التي كانت سألت عن تنميل الأطراف والتخدير فقط في الليل مع جميع الألم والخدر دائما عندما تهدأ يعني تسكن البنية وتدى العصاب يطفو إلى السطح الآلام الالتهابية بمفاصل الظهر تزداد بالليل خدر ونمل التهاب الأعصاب دائما ليلي ويزداد الحرق وحس الحماوي في القدمين في الليل فأول شيء لازم ننتبه أنه نمفي وجود داء السكري نمفي عواز الفيتامين بي 12 نمفي وجود الكوليسترول والشحوم وبالتالي من خطة الأعصاب منعرف في بعض ناس خاصة المسنين ما منلاقي عندهم أي شيء أبدا بس منلاقي عندهم شيء اسمه اعتلال الأعصاب الحسي المنكس للمحاور الأساسي عنوان طويل بس هدول مننفي كل شيء ما منلاقي عندهم بس تخطيط الأعصاب منلاقي حجم الوسع الحسي العصب الحسي صغير كتير وبالتالي هذا هرم يعني مثل ما بعض الناس بيشيبوا قبل الناس في بعض الناس أعصابهم بتتلف بشيخ قبل أسرع من غيرها وأيضا معنا عبر الهاتف من فلسطين محمد السلام عليكم محمد وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل أنا عندي تنميل بسيط في الأصابع يعني عندي النوم بيجي في أصابع اليدين اليدين نعم صحيحوا برودة في الأطراف برودة يعني في الصباح لما أصحى فيه برودة دائما في فصل الشتاء شكرا لك يا محمد يعني بعض الأسئلة تسأل عن تنميل وحرارة في الأطراف سيد محمد برودة في الأطراف نعم هلأ صحيف مثل ما قلت أنا العصب الحسي في ألياف الرفيعة جدا مسؤولي عن الألم والجملة الزاتية الجملة الزاتية هي البرودة والحرارة بالحقيقة يعني بتقبّد الأوعية أو بتوسع الأوعية إذا قبلت الأوعية من حسب البرودة إذا توسعت الأوعية من حسب الحرارة في ناس طبيعي عندهم بيقولك أنا إيدي باردين صيف شتاء وفي ناس بالعكس بيقولك أنا القدمين مثلا حارين صيف بالشتاء طبيعة بالأسام بس يعني منيح ذكرنا سيد محمد أنه مع الأعصاب فيه ألياف ذاتية يعني مع الناس اللي عندهم إصابة بالاعتلال الأعصاب السكري ممكن الأعصاب الزاتية تنصاب وبالتالي يترافق بشغلات تانية ضعف جنسي مثل معنانة أو أمساك أو إسهال هاي بالحقيقة دليل إصابة الأعصاب الزاتية فدائماً اللي احنا بالفحص نسأل عن هالأشياء اللي بعض المرضى يعني يختجلون ويذكرونها يظن أنا لا علاقة لها في النام وبالتالي إلا علاقة بالموضوع بتكون معناها الأعصاب حس وحركة وأعصاب أوتوماتيك ذاتية كلها ممكن تصاب إما فرادة يعني بعض الأمراض تنتقي أعصاب الحس بعض الأمراض تنتقي مثل التسمم بالرصاص ينتقي أعصاب الحركة فقط وبعض الأعصاب تصاب بكل الأنواع نريد منك نصائح ربما منزلية طبية يجب التوجه إلى الطبيب عند الشعور كما تفضلت بأي تنميل أو أي حركة غير اعتيادية لمدة طويلة ولكن نصائح منزلية لتفادي هذا التنميل قدر الإمكان هلأ التفادي هو للوقاية مثل ما أنا دائما نصيحة اللي دائما بسكرها بنهاية أي لقاء نبتعد عن التدخين التدخين أكيد ضار لكل شيء نلعب رياضة رياضة هي عكس التدخين التدخين بضر رياضة بتفيد الرياضة بتمنع البداني وإذا حافظنا عن القوام رشيق معناتها تجنبنا ما يرافق البداني من أمراض استقلابية الضغط والسكر والكوليسترول والشحوم وبالتالي الغذاء متوازن يكون ما ناكل الأخضر ويابس ناكل الأكل الخضر الفواكس والسلطات اللحم الأحمر ما يكون مقلي بالسمنة يكون مشوي أو مسلوق مكبوبة المرأة تبعه ينشكل بين اللحم الأحمر حتى ما يرتفع عندنا حمض البول يوريك أسيد واللحم الأبيض الدجاج والسمك السمك ممتاز لازم أسبوعيا يكون مرة أو مرتين سمك مشان اليود ومشان الأوميغا ثري هو من أفضل الأغذية بالحقيقة هل يوجد أغذية تقوي العصاب تحديدا؟ هلأ يقال أن الجوز بيشبه لدماغ واللوز بيشبه لقلب يقال بضع حبات يعني خمس حبات جوز خمس حبات لوز كل يوم فيها مضادات أكسدة كمان يعني ممكن تخلب ما بقي من بقايا الاستقلاب من فضلات الاستقلاب في الجسم وبالتالي التوازن والأكل الصحي ربما نعم وبهذا مشاهدين ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد خليفة استشاري الأمراض العصبية وبالطبع الشكر لكل مشاهدين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة